قرب مطار رفيق الحرير الدولي ووسط تجمعات سكانية تعج بالحياة يعمل حزب الله على رفع دقة صواريخه في منشآت سرية حسب ما أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو من منصة الأمم المتحدة والمتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي الذي وثق أماكن انتشارها بالصور مشيرا إلى أنها موزعة في منطقة المرسى وفي موقع آخر قرب المطار وفي ملعب العهد التابع لحزب الله وجميع تلك المنشآت تتم بجهود إيرانية وهذه الجهود حاولت نقل معدات خاصة لتطوير الصواريخ في السابع عشر من الشهر الماضي لكن الجيش الإسرائيلي حال دون تحقيقها حسب أدرعي أصرت الأبيب على اتهاماتها رغم دفاع جبران باسيل عن حزب الله حين أطلع السفراء المعتمدين لدى بلاده على المواقع التي تحدث عنها الإسرائيليون فعاد من جديد نتنياهو ليلقي الكرة في ملعب باسيل بقوله لماذا انتظرتم ثلاثة أيام للقيام بتلك الجولة؟ ذلك سيمكن حزب الله من إخلاء معداته مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية تضحي بسلامة مواطنيها من خلال التغطية على حزب الله الحزب الذي كشفت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أنه سهل سفر المسلحين الإيرانيين عبر مطار بيروت الدولي وكذلك سهل أنشطة إيران المتعلقة بتهريب السلاح وفي معرض الحديث عن السلاح فقد أعلن حسن نصر الله في خطابه الأخير أن حزبه يمتلك ترسانة صاروخية دقيقة ثمت من يرى أن التهديدات الإسرائيلية بوصلة تدل على خارطة أهدافها المستقبلية لا سيما بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية وما جره ذلك من تأزم في العلاقات بين تل أبيب وموسكو أو أن ذلك يندرج في إطار الضغوط والحرب المفتوحة على إيران ومن ضمنها حزب الله الذي لا يستبعد احتمالات المواجهة مع إسرائيل